السلام عليكم و اهلا بكم في مومي فود رأيكم في المهلبية الجميلة بتاعيتنا النهاردة معانا مهلبية على الطريقة التركية مهلبية كريمية من الدرجة الاولى المكون السري بتاعنا النهاردة بطل موجود معانا في المطبخ بسط بنوار سنستغله النهاردة عشان نبدينا القوام الكريمي للمهلبية بتاعيتنا على فكرة هي مغزية جدا خاصة للاطفال علشان ندخلنا على موسم المدارس كل سن حضرتكم طيبين تعتبر وجبة غزائية كاملة وغنية جدا مع نصر غزائية عالية يلا بينا مع بعضها عشان نعرف ايه المكون السري سيخلي المهلبية بتاعيتنا كريمية من الدرجة الاولى الدقيق كريمية وجميلة وطحفة ماشاء الله المكون السري بطائنا نهاردة نحن جدا جدا لاخر معلاقة في المهلبية بتاعيتنا لسنا رحمن ورحيم نمل مع بعض المهلبية التركية او المهلبية على الطريقة التركية بيكون قوامها كريمي جدا ومعي مكون سريح يخلي المهلبية بتاعتي تطلع كوامها في مدهة الجماعة طعفة جدا واحتى اعتمد ان شاء الله الوصف عندك وخاصة ان المقادير اقتصادية من الدرجة الاولى حاجة كده جميلة ولطيفة وترتب على القلب معي دلوقتي كمية من الحليب عبارة عن نصف لتر من الحليب فما يعادل كوبايتين من الكوبايات المعيارية ومعي دلوقتي كوبايتين في البولة بتاعتي بس مش هنزل بيهم كلهم هسوف كحضور يعني ربع كوباية كده مش هنزل بالحليب كله هسيب ربع كوباية انا معي دلوقتي في البولة بتاعتي كوباية وتلاتة اربع من الحليب وربع كوباية احتفظت بيه هنا في البولة بتاعتي عشان هضيف له مكون جميل جدا هيديني طعم ريتشو غني جدا للمهلبية بتاعتي ومعي دلوقتي كمان رفع كوباية من الكوبات المعيارية من السكر السكر طبع الرغبة حابة الزودي عن كده زودي حابة تقليلي قليلي مكيش مشاكل خالص وكمان معي معلقة من النشا او الميزينة معلقة من معي المعيارية من النشا او الميزينة كل الادافات دي بتكون على البارد انا ديسة مشغلتش عين البوتاجاز كل المكونات بتاعتي على البارد وحنزل كمان بكوب معلقتين كبار من المعيارية من الدقيق او الفارينة وحبدا ان انا تقليب على البارد بالراحة خالص علشان اتطمن واتأكد ان المكونات اللي عندي كلها دابت وتدخلت مع بعض بالراحة تقليب على البارد بالراحة خالص علشان اي حاجة عنك على الجواند بحاول ان انا اخذها بين الوسك ايادة والفاعي تقليب على البارد عشان ان اتأكد ان كل حاجة دابت وكل المعيارية اختلفت مع بعض تقليب على عين البوتاجاز تقليب على عين البوتاجاز تقليب على نار متوسطة بالراحة التقليب يكون بالراحة وبشكل مستمر موقفش التقليب مهائي لغاية ما يبدأ الخليط بتاعي يسخن وكمان هنقول مع بعض واحدة واحدة كده على التريكة المهمة علشان تخلي المهلبية بتاعتي كريمية وتوحفة وجميلة جدا المكون اللي احنا ضفناه بالاضافة للنشا كان الديق او الفرينة الديق عامل من عوامل نجاح الوصفة بتاعته ما نهملهاش او نستبداله باي حاجة خالص لان ده عامل مهم جدا علشان تكون الوصفة بتاعتي كريمية من الدرجة الاولى على فكرة الديق احسن بكسير جدا لان النشا لان النشا له طعم بيبان في المهلبية ولكن الديق منوش اي طعم بيبان نهائي واهم تريكة علشان ما باينش طعم الديق ان انا استنى ان الخليط بتاعي يغلي كويس جدا ويباربط كده معي علشان الديق يقوم بالمهمة بتاعتي وهو القوام الكريمي للمهلبية بقلب باستمرار باستمرار وبرضو احنا مع بعض في الفيديو علشان نقول ايه هي تريكة المهمة اللي هتخلي القوام بتاعي كريمي جدا من الدرجة الاولى بس لما نوصل مرحلة الغليان هنتكلم مع بعض عليها واحنا برضو مع بعض المستمرين عندين البوتاجاز بنقلب على طول بصفة مستمرة المهلبية بتاع ديتنا او المحلبية يسموها محلبية في التركيا واحنا عندين هنا في مصر بنقلب عليها مهلبية بدأت ان هي تتقل معي لو نلاحظ المهلبية لما بتتقل العلامة بتاعت الوست او المضرب الياري وتبقى واضحة شوية اكتر وكمان بتتكسف كده على جوانب البولة بشكل اه ملحوظ فبرضو حفظة استبرف التقليب مش هوقف التقليب نهاية عشان ما تكتلش معي واهم مرحلة في عمل المهلبية هي المرحلة اللي احنا فيها حاليا لان مش بقى اوقف في التقليب علشان تنجح معي وكمان في تركيا مهمة لما بتبدأ تغلي مش بطفي عليها لا بستمر في التقليب حتى بعد الغليان هبدأ تغلي وتبق بق كده تعمل فقعات مش هوقف تقليب برضو حفظة الاقلب في حدود دقيقتين علشان الديق والنشع والميزينة يبدأوا يستوي معي وما يكون لهم مش اي طغم نهائي ووضح في المهلبية او المحلبية تمام دي اهم تركة من تركات نجاح للمهلبية مش بوقف تقليب نهائي دقيقتين بعد الغليان حفظة مستمرة في التقليب بالشكل ده علشان دي استمعينا اضافتين مهمين جدا علشان تكون المهلبية بتاعاتنا الكريمية ولها قوان جميل جدا وطعم غني جدا تديني كده تديني مكان تاني خالص غير المهلبية العادية احنا نعرفها كلنا اهم تركة كمان يكون الحليب بتاعي يكون كامل الدسم علشان تديني قوامك كريمي اللي انا حبا يكون الحليب بتاعي كامل الدسم اي ان كان بقى الحليب بتاعي سواء كان يبقى من السوبر ماركت او الحليب اللي بتبع في اكياس او بتبع في ازايز تمام ما شاء الله زي الفرق انا بقى هنا هوقف تقليب وههدي عليها النار خالص علشان هضيف اضافة مهمة جدا وهي عبارة عن معلقتين من معلق المعيارية من الكريم شانتيق البودر لو كان جاهز اللي بتبع في الباكتات هكتفي بمعلقتين فقط من الكريم شانتيق البودر على ربع كوبات الحليب اللي كنا سابينها مع بعض اثناء التجهيز لكن لو الكريم شانتيق اللي عندي مش جاهز يبقى حيستخدم الكريم شانتيق الخام وعليه معلقة كبيرة من السكر علشان اعادل الطعم ان الكريم شانتيق الجاهز بيبع في باكتات بيكون متحلي بالسكر ولكن الخامة بيكونش متحلي بالسكر فبقلب قويس جدا لغتها ما ادوب الكمية اللي معي ابدأ انزل بيها على المهلبية بتاعتي وبستمر بالتقليل وابدأ انزل بكمية الكريم شانتيق اللي انا دوبتها مع ربع كوبات الحليب اللي كون سابينها اثناء تجهيز المهلبية بتاعتي او المحلبية علشان تديني الكوام الكريم اكتر وكمان يكون طعم المهلبية بتاعتي ريتش وغني جدا لا بسلبش حاجة خالص من الكونات بتاعتي عشان تطلع النسيجة بتاعتي مبهرة وتطلع زمنة حبدة واستمر في التقليل كويس جدا جدا وابدأ انزل بقى باخر بكون عندي وهو نصف معلقة من الفانيلاس وقتا البوضر كويس جدا وابدأ فيه خالش بتكون اخر حلوة دفا هي الفانيلا علشان راحة الفانيلا تستمر معي موجودة جوا المهلبية متى تطيرش معي اثناء الغليان بقت القوام بتاعتي المهلبية بتاعتي بالشكل الجميل ده بابدأ باخد البولات بتاعتي ووزعها فيها واسبها تبرد تماما عشان شوف الشكل النهائي بتاعها وهي كريمية جدا جدا وعلشان كمان يكون الطعم بتاعي غني اكتر ويكون تحفة جدا بابدأ انزل بمعلقة من الزبدة بالشكل ده وهي كده او كده في جمال احوال هتدوب معي علشان بسك المهلبية بتاعتي سخنة جدا هاتبها بقت برد الى حد الماء حاجة بسيطة كده بعدين حبد انزل بها في البولات بتاعتي وبالطريقة دي بقت معي اجمل مهلبية او محلبية تركية كمان كريمية من الدرجة الاولى واقتصادية جدا جدا غنيية بعناصر غزائية عالية جدا وغزية كل افراد الاسرة خاصة على الاطفال وغسط ان احنا داخلنا على ايام المدارس يعني هتداري تعملية لهم المهلبية وتكون وجبة غزائية كاملة متكاملة الي لسا الغد الوقت ما اعمل ليش لايك يا ريفي انزل تحت وعمل لي لايك ولما كنتش مشترك معي في القناة لتكتابي سابسكرايب والتنورين في القناة تغطر زي تجرس والكل عشان تفعلي وصلك مني فيديوهاتي اول باول دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله